حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم في هذه الجولة الصحفية من صحافة حول العالم ونبدأها من العرب اللندنية وفي أبرز عنوينها إيران تتغلغل في سوريا والضربات الجوية غير مجدية تقول الصحيفة كثرت التساؤلات في الأوينة الأخيرة عن السبب وراء ارتفاع معدل الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف الميليشيات الإيرانية وأذرعها في سوريا حتى بدأت تظهر تحليلات تتحدث عن اقتراب استضام مباشر ما بين الإيرانيين والإسرائيليين في المنطقة ذاتها والغرض المعلن لتلك الضربات هو حرص الطرفين على تقليص العمليات الإيرانية في جميع أنحاء البلاد إلا أن الواقع يقول غير ذلك وفي تقرير له نشر مؤخرا ركز معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على رد الولايات المتحدة على الضربات التي تعرضت لها قاعدة التنفي البادية السورية بطائرات مسيرة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران وهي أول غارة جوية أمريكية في سوريا منذ أكثر من عام بينما وسعت إسرائيل من غاراتها الجوية المتكررة واستهدفت مطار حلب في الحادي والثلاثين من أغسطس وهاجمت مطارات دمشق وكانت تعلن أن غاراتها شنت لعرقلة عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وتخزينها في هذه المطارات ترجمة نانسي قنقر